نظمت لجنة التفكير والتشاور التي تجمع كوادر إقليم ميجيرا نظمت ملتقا حول توقيف الهجرة من الريف إلى المدن بهدف تنمية الإقليم من قبل أبناء المناسبة رأسها مسؤول مركز إداري نياركي تقرير أدم حنافي أبطاء إن ظاهرة هجرة الشباب من الريف إلى المدن هي تعد من أبرز عوائق التنمية المحلية وخاصة الأقاليم المتأثرة بهذه الظاهرة وذلك من أجل الحصول على حياة كريمة التي يعتمد عليها في حياتهم المعيشية لذا فكرت لجنة كوادر التفكير والتشاور بإقليم قيرا على وضع خطط استراتيجية للحد من هذه الظاهرة التي سرت في جميع مناطق هذا الإقليم وكان ذلك بتنظيم ملتقى شامل لمناقشة جزور هذه المسألة بتفاصيل أدق ومعرفة ما ينقصهم من سد حاجاتهم كالتعليم والزراعة وتوفير المياح الصالحة للشرب لجنة كوادر التفكير وعلى لسان رئيسها السيد حسن سلين أبان في حديثه بأن الهدف من هذا الملتقى هو كف ظاهرة هجرة الشباب من الريف إلى المدن التي غير ناتجة لأصحابها وأضاف سلين بأن إقليم قيرا قنيا بموارده الطبيعية وسريا بموارده البشرية من جانبه رئيس مركز إداري نرقي محمود داود يوسف الذي بدوره راعي لهذا الملتقى فقد شكر كل القائمين به مؤكدا هذا ينصب حول سياسة الحكومة الرامية إلى تكوين الشباب كما شهد الملتقى مداخلات متعددة من أبناء الإقليم مطالبين بتوفير المياح الصالحة للشرب وتحسين القطاع الزراعي وذلك في جميع القرى التابعة لإقليم قيرا عموما ونرجي على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر